اشتركوا في القناة وهي حكينا للمضرة والمشاكل ورح يمكث في هاي المنزل القمر لغاية الساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل في صباح يوم الأربعة لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر بما أنه موجود في برج السرطان فبالظل اللي هي الفترة اللي منشعر فيها بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يضرف الدموع وهو يقلب ذكرياته كصور تذكارية أو رسائل أو محادثات أو حتى بالأفكار يعني قصص صارت معه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي نشعر بحافز كبير لالتهام الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا بالفترة هاي إما شراء عقار أو اهتمام بديكور أو ترتيب بيت زراعة نبتة شجيرة الاهتمام أكثر أو الانتباه أكثر لأطفالنا لوقت ممتع بالبيت مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية اللي دائما نذكرها في بداية الحلقة واللي هي الزوايا القائمة أو البطيئة في أجاني تساؤل انه طيب على الخارطة الفلكية منشوف كثير من الزوايا الفلكية مثلا زحل عامل زاوي التربيع ما بينه وبين أورانوس انت ما بتذكرها أو زوايا أخرى هاي الزوايا بتكون يعني منفصلة ضعيفة التأثير يعني بمعنى آخر بتكون على سبع درجات أو ست درجات أو لا خمس درجات تقريبا عن انفصالها عن الزاوية الأساسية هاي بتكون ضعيفة التأثير إلها تأثيرات ضعيفة جدا جدا فعملية ذكر كل التأثيرات لهاي الزوايا بتصير الحلقة طويل كثير وثاني إشي ما لها هالتأثيرات القوية عشان احنا نركز عليها احنا منركز على الإشي الفعال وتأثيراته بتأثر علينا بشكل مباشر مش بشكل ضعيف أو على نسبة قليلة من الأشخاص خلينا عشان ما هنطيل نذكر الزاويتين اللي أساسا حاليا هي متشكلة منفصلة ولكنها فعالة الزاوية الأولى هي زاوية الإختران الإيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي ذروتها زي ما حكينا يوم 29-11 هي بدأت بتأثيراتها طبعا هي راح تستمر لغاية 5-12 من التأثير يعني هي الآن موجودة يوم 29-12 ذروتها يوم 5-12 بتنفصل وعادة هاي الزاوية لأنها إيجابية بتعزز قدراتنا الفكرية بتسهل علينا فهم مواضيع علمية كان صعب أنه نفهمها بالفترة الماضية بيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية طيب بالنسبة لطيب تأثيراتها دورية وهذا الإشي يمكن لمستوه بخلال يوم أمس واللي قبله واللي قبله أنه بلشت هاي الآثار موجودة نلاقي أنه في نشاط أكثر بالميدان الإعلامي والصحف حول أعمال وإنجازات الحكومة والملك والرئيس وشو عمله وشو بعمله وشو الخطط المستقبلية بتقوم الحكومة في هاي الفترة بإجراء اتصالات ومفاوضات أو شراكات أو اتفاقيات مع بعض الدول وهذا الإشي صار الاهتمام المتزايد للحكومة بميدان التعليم والتدريس وتطويره محبوب الأمية لا هي منوخذ الميدان على كورونا والدراسة عن بعد والدراسة عن قرب والامتحنات وإمتى الامتحنات بدهم يقربوها وإمتى بدهم يبعدوها في اهتمام مع هذا الموضوع طيب في هاي الفترة برضو بتشهد حركة أكبر لشبكات اللي إلها علاقة بالطرقات وسائل النقل والمواصلات برضو موجودة رواج أكبر لخطاع النشر والتأليف والمعلومات يعني في بعض الدول أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس منفصلة إيجابية بين الزهراء وبين مريخ وهي رح تستمر الزاوية منفصلة لغاية 19-12 وهي بتخلي أنه يسود جوعا من الود وبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن هاي الزاوية برضو إلها تأثيرات على قطاع الصحة وقطاع العلاجات فمنلاقي أنه صار في تطوير لبعض العلاجات اللي إلها علاقة مثلا بفيروس كورونا صار في تركيز على الجرعة الثالثة على عمين يأخذ الجرعة بحث لبعض الأمراض المستعصية وعلاجات لا إلها بلاش تطلع دراسات عليها يعني برضو على المستوى هات أعطت نوع من الأشياء الملموسة والمحسوسة بالنسبة لإنها أما بالنسبة للزوايا البطيئة اللي رح تتشكل اليوم وهي تأثيراتها طول اليوم ماشي يعني مش إنه بذكرها هاي أوجها هي ما قبل هذا الأوج وما بعده هي بتأثر على الكل بالنسبة لأول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون أوجها في تمام الساعة خمسة وخمسة واربعين دقيقة صباحا بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة خمسة وخمسة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام ساعة ثلاثة وثمانية وخمسين دقيقة بعد العصر لينتقل القمر لبرج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين أو إجراء عملية جراحية بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لللي رح يصير ما بعد في فترة خلو المسار هو انتقال كوكب عطارد من العقرب للقوس طبعا احنا عملنا حلقة عن هذا الشيء والحلقة موجودة على القناة هايها في أعلى الصفحة طلع رابطها عنكم في آخر الحلقة بالفيديوهات المقترحة برضو هاي موجودة تقدروا تدخلوا على القناة برضو تحضروها فيها معلومات كافة عن عطارد زواياه وسعاته نحوسته تأثيره على كل الأبرج طبعا كوكب عطارد اللمحة عنه انه هو الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش بده ينتقل من برج العقرب لبرج القوس ورح يفضل في حركة أمامية في برج القوس لغاية يوم ثلاثة عشر يعني لا تمام الساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة مساء يعني قرابة الثلاث أسابيع أما بالنسبة لا الساعة ثلاثة وثمانية وخمسين دقيقة بعد العصر القمر بنتقل وباستقر وبصير في برج الأسد عشان هيك بصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بصير التركيز أكثر حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال أو الاستثمار أو اقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاويتين اللي رح يتشكلوا في ساعات ما بعد العصر وتأثيراتهم من ساعات الصباح بتبلش لغاية المساء أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة أربعة ودقيقة مساء بتوقيت جرينتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش هاي زاوية تأثيراتها بتبلش من ساعة الظهر بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ونطلق المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للأعضاء الأكثر حساسية طبعا بما أنه أغلب النهار القمر موجود بالسرطان معناته بدنا ننتبه على المعدة الكبد الصدر الغشاء المخاطئ المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيغلف جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الداخلية من البطن الجهاز اللي انفهوي وعظم الصدر هذول الأعضاء اللي هم أكثر حساسية في هاي الفترة اللي لازم نوفر لهم عناية إضافية وبرضو إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي مراجعة الطبيع هل يوصى بإجراء عمليات جراحية في هذا اليوم؟ طبعا بما أنه إحنا فترة خلو المسار عندنا في منطقة الوطن العربي هي في ساعات النهار فلا يوصى لمنطقة يعني أو لا يوصى في فترة خلو المسار إجراء عمليات جراحية إلا إذا كانت ضرورية جدا 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 فهنا هذه أمرها مش بإيدنا أما بالنسبة للأعضاء اللي ما مننصح أنه ينعمل لها عمليات جراحية برضو اليوم اللي هي الأعضاء اللي إحنا ذكرناها قبل قليل بالنسبة للتجميل والحقن والجراحة طبعا غير مناسب لأنه في خلو المسار برضو والزوايا مش هالزوايا القوية هي مناسبة لأزالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر العادي التجميلي أو الصبغ ولكن لا تصلح لقص الشعر العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا اليوم مناسب ولكن تأخذوا بعين الاعتبار اللي هي خافضات الحرارة زي البندول أو البرستمول لحبتين كل ست ساعات بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الأسد خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 26.11 بيبدأ في تمام الساعة 24 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى اليوم التالي يعني حتى يوم السبت حتى صباح يوم السبت حتى تمام الساعة 22.11 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعديها لبرج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدب يعني 20 يوم في تمام الساعة 36 دقيقة مساء بيصبح 21 يوم نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21.12 سعيد بنسبة 60% طبعا في ساعات العصر بصير سعيد 100% القمر في السرطان ينتقل للأسد ورح يمكث بالأسد لغاية يوم 27.11 هو سعيد الآن بنسبة 70% ولكن في ساعات الظهر بصير سعيد فقط بـ 15% عطارد في العقرب بدو ينتقل للقوس طبعا رح يمكث بالقوس لغاية يوم 13.12 هو منتحس لأنه فترة الانتقال 10% الزهرة في الجدي حتى يوم 19.12 سعيد بنسبة 70% المريخ في العقرب حتى يوم 13.12 منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو حتى يوم 29.12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4.6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18.1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 11.12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زالت الأجواء البيتية والعائلية هي اللي بتسيطر عليكم أكثر إشي فعشان هيك لغاية ساعات العصر بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم إشي إنكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاول إنك تخصص فترة يعني تكون لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة أو المناسبات الاجتماعية الأجواء إجمالا فيها نوع من أنواع الضغط والمسئولية الكبيرة ممكن يكون عندك اليوم ارتباط مهم ما بجوز الفشل فيه أو مصاريف منزلية في ساعات ما بعد العصر بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم طبعا الأجواء بصير أحسن وأفضل بالنسبة للكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة انفراجات وتطمينات ورومانسيات لأن القمر رح يصير في بيت الحضوض وبيت العواطف برج الثور بتنشطوا في أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات وبس تكونوا أكثر صبر على الطرقات لأنه فيه كل مسار هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن اليوم تشعر أنه عندك طاقة فكرية وجسديرة وجسدية كبيرة دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة دائما ما تنهي كل الأمور بدون ما تكون حذر ممكن اليوم تتم بعض اللقاءات أو الاجتماعات أو إجراء عمل مفيد ولكن حاول أنك ما تتخذ القرارات في فترة خلو المسار أجلها لا بعد إن قضاءه بكون أفضل في ساعات ما بعد العصر بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو تهتم ببعض المسائل العائلية أكثر خصوصا في ساعة المساء برج الجوزة تم فرصة لمكسب مالي تيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم شيء أنك تخففوا من النفقات اليوم شوي ممكن يتميلوا لنوع من أنواع المفاوضة أو المساومة أو تنشطوا في أمور إلها علاقة بالرحلات والاتصالات واليوم عندك نوع من أنواع الجراءة في أمور إلها علاقة بالنقاش طبعا فاوض وساوم على أشياء لمصلحتك مش ضد مصلحتك لأن الحظ بدعمك في هاي النقطة هاي فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة لا تقديم امتحانات ولكن نحاول إنكم لا تعتمدوا على الحظوظ يعني بمعنى آخر لك تعتمد على جهدك الشخصي من ساعات ما بعد العصر تنشطوا في الاتصالات بالتنقلات بالسفر أهم إشي أنكم تكونوا أكثر وعي على الطرقات خصوصا أثناء قياءة السيارة وأثناء تعاملكم مع الغير برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وعنكم قدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم إشي أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن اليوم تحقق انتصار أو تظهر بعض المزاير رائعة اللي بتلفت أنظار الجميع وخاصة نظر الجنس الآخر لإلك هاي فترة إيجابية حاول إنك تستغلها يعني شوي الأجواء داعمة لإلك بشكل قوي فعشان هيك اليوم ممكن تحصل بعض الأمور اللي بتكون لصالحك وخصوصا أنه القمر برضو الشمس عفوان صارت في بيت إلو علاقة بالأمور اللي إلها علاقة بالعمل فممكن اليوم تعزز علاقاتك بالعمل أو مع زملائك بالعمل بشكل قوي وتكون لمصلحتك من ساعات ما بعد العصر بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بضبط الميزانية أو ميزانيتكم أو الأمور المالية أهم إيش إنك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع برج الأسد طبعا ما زل تعبم سيطر على موليد برج الأسد لأنه القمر موجود في بيت المتاعب ورح يظل موجود في بيت المتاعب لساعات ما بعد العصر فبتكوا تنتبهوا على صحتكم تنتبهوا على غذائكم إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة يعني بمعنى بتك تكون روتيني في هذا النهار شوائي ممكن بعضكوا يكون مرهق قليل الحماسة أهم إش إنك ما تنتظر جواب لأنه ممكن يتأجل الظروف فارغة من الحضوء ممكن تهدأ الأجواء وتخف وتيرتك حتى الركود لا تستعج الأمر عشان ما تخيب آمالك من مع اقتراب ساعات ما بعد العصر بتمتلقوا بالنشاط بالحيوية بتصير طاقتك غير بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا شكل بيناسبك أنت وبناسب وضعك الحالي رح تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك وبرضو بتلاقي الأجواء كلها يتغيرت برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر موجود الآن بتحرك باتجاه بيت المتاعب ولكن مازال موجود في بيت الأصدقاء عشان هيك بيظل فيه نوع من أنواع نشاط اجتماعي عندكو اتصالات حوارات لقاءات ممكن تلتقوا بعض الأصدقاء منكم ممكن يشارك فيه مناسبة أو يتوجه له دعوة إلى حضور حفلة يعني أهم شيء يكون تتجنبوا انتقاد أي أحد في هذه الفترة اليوم بيحملك فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم هذه فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أنت اليوم بتمتلك القدرة على التواصل البناء ولكن من الضروري حشد الدعم حاليا أكثر حاول أنك أنت تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما نصل لساعات العصر لأنه في ساعات العصر القمر رح يصير في الأسد يعني ببيت متاعبك فرح تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لغذائكم حاولوا أنكم ما توقعوا على عقود خلال هذا اليوم ما تحسموا أمر هذه فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ وخصوصا من ساعات ما بعد العصر برج الميزة طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هيك كل جهودكم بتتركز على عملكم على علاقاتكم بالمسؤولين على سمعتكم بوسعكم إثبات جدارتكم اليوم والدفع بمصالحكم بالاتجاه الإيجابي هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن يحمل هذا اليوم بالنسبة لك مسألة شخصية بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم شيء أنك ما تجازف باستقرارك ما تجازف بمعنوياتك ما تجازف بشخصيتك بدك تهدأ على الآخر لأنه زي ما حكينا هذا بيت السمعة فما في داعي للمجازفات من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة أو يتوجه لهم دعوي أو ينشطوا بلقاءات اجتماعية أو حوارات أو تواصل مع أصدقاء لإلهم برج العقرب ما زال القمر موجود في البيت التاسع لإلكم لغاية ساعات ما بعد العصر فعشان هيك بيضل النشاط في الاتصالات في النقاشات في أمور إلها علاقة بالسفر وأوراق السفر بأوراق قانونية تعامل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد كلها هاي متوفرة ولكن اليوم بتكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة هاي فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر المتاعب والوعكات الصحية من ساعات ما بعد العصر بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية اليوم بصير مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنكوا تتجنبوا الخلافات وحاولوا أنكوا تسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم أن فقط ثم فرصة لمكسب يكون مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء أنك اليوم تسارع لتصحيح الأخطاء حاول أنك تستعيد ثقة الآخرين ما تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحباء ناقش وفاوض وحاول أنك ما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع حاول أنك تعبر عن رأيك بهدوء وحاول أنك ما تستفز أحد من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة يعني التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن واللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة فعشان هيك ما زال القمر موجود مقابلكم لغاية ساعات ما بعد العصر فابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة المصالحات وتقريب وجهة النظر ما بينك وبين أزواجكم هاي فترة شوي متوترة لأن القمر مقابلك يعني بسحب من طاقتك فممكن تتورط في أزمة ما إذا ما أحسن أن تتصرف ممكن تضطر للإبطاء بمسار معين أو مسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين لا توجه انتقادات لأحد طيلة النهار لأن القمر ما بدعمك نهائيا في ساعات ما بعد العصر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وحاولوا أنك ما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بيت راكم العمل عندكم ما زالت الأجواء ضاغطة لأن القمر في مراحل المقابلة هو في السادس بدين تقل البيت السابع فحاولوا أنجاز اللي بتقدروا عليه من الأعمال دون إهمال صحتكم حاولوا أنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل أو مع رئيسكم في العمل ما تهملوا أعمالكم بتكثر عندكم اللقاءات والاجتماعات ممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بتعلق فيك أو في أحد الأقارب أو الأحبة بتكثر عندك المسئوليات والالتزامات على أنواعها حاول أنك تكون حريص على أعمالك وحاول أنك تباكر إلو عشان ما يتسجل عليك نقاط اليوم أو تعجز عن تنفيذ كل أعمالك من ساعة ما بعد العصر القمر بيصير مقابلك تماما فترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم حاضروا من الخلافات حاولوا أنكم ما تضخموا الأمور وبرضوا انتبهوا على طاقتكم لأنها ضعيفة يعني بدها شوية اهتمام بأمور الصحة برج الحوت ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفههم وجهة نظرهم حاولوا أنكم ما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن تحتفل بإنجاز أو انتصار أو تنمو بعض العلاقات وتزدهر خلال هذا اليوم هاي فترة مثمرة وكثيرة الانشغلات والتحركات لكنها برضو بتظلها فترة حظ ونجاح وتقدم أهم شيء أنك أنت تكسب محبة الجميع وتتواصل مع الأحبة بشكل ودي ولبق بدون أي مشاحنات وبدون أي مشاكل وما تحاول تفرض سلطتك عليهم في ساعات ما بعد العصر طبعا الأجواء رح تتغير رح يصير فيه اهتمام بالأمور الصحية الاهتمام بأمور العمل فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر انتبهوا لأعمالكم حاولوا تنجزوها حتى لو تعملوا وقت إضافي حاولوا يعني تنتبهوا لأنه رح يتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد ممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منها يعني بدكوا تحطوا هذا الشيء بعين الاعتبار وحاولوا ما تدخلوا بأي خلاف أو نقاش ما بينكم وبين أحبائكم طبعا هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم ولكن تعقيبا على اللي صار خلال فترة الأسبوع الماضي إنه الكل يعني في ناس كثير تواصلت معي وتتساءل ليش سعيد صوته هيك طبعا أنا مريض من يوم الخميس تقريبا الماضي الفيروس نزل عندي على الرئة والكل يعرف الرئة عندي شو مشكلتها نزلت المناعة بشكل مفاجئ برضو الصفائح نزلت بشكل مفاجئ كان لجرعة من المفروض أني أخذها طبعا تأجلت بسبب سوء الوضع الصحي نمت في المستشفى يومين سجلت لكم الحلقات أساسا وأنا في المستشفى في حلقتين من الحلقات يعني كانت من ضمن المستشفى يعني تسجيلها حاليا يعني بلشت شوي نفسي تحسن ولكن ما زال بقايا هذا الفيروس موجودة إن شاء الله أنه أيام بس ترتفع المناعة شوي بيتحسن النفس عندي وبقدر أني أطلع ببث مباشر إن شاء الله يعني هو احتمال يوم السبت إن شاء الله أنه في بث مباشر ولكن بالضل العامل الصحي هو اللي بيلعب الدور الأساسي وإن شاء الله ولكن عازم الرأي النية على هذا الموضوع الأهم أنه ما تنسوني من الدعاء واعذروني أني ما جاوبتش كثير من الأشخاص اللي راسلوني بالفترة الماضية لأنه وضعي هيك أنتوا صرتوا عارفين وإشهوك أرجو أنكوا تعذروني هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر